في هذه البقعة من أرض الجريبة بمديرية الدريهمي مآس كثيرة القاسم المشترك فيها ميليشيات الحوثي الإرهابية آمن الطاعنة في السن تأخذنا إلى مسكنها البسيط الذي أضحى خرابا بفعل مقذوفات جماعة الموت منزل الحجة آمن الذي كان يشعرها بالأمان لم يعد صالحا للسكن ولم يتبقى لها سوى هذه العصى التي تتكئ عليها وحفيدتها التي تعينها على خضاء شؤون حياتها وليس ببعيد عن منزل الحجة آمنة هناك أم ثكلا وأحفادها اليتامة سلبتهم الميليشيات الحوثية والدهم ورجلين آخرين بينما كانوا يستقلون دراجة النارية وهم في طريقهم إلى سوق القرية للعمل فيه لكن اللغم الحوثي ترصدهم وحولهم إلى أشلاء رأى أبوهم باقى من أخلا هو واحد من هنا من أسحابه رأى أبوهم باقى من أخلا قال لهم ما هناك فأتأخذهم لأنا لموت يشهد أن يشهد ياربوهم بين لغمه ولا أبوهم ولا حاجة برجاله وبنه وبنه ما تقول لهم هذا الجهد تقول لهم هذا الأطفال هاد لا يعي هؤلاء الأطفال حجم الفراغ الذي خلفه رحيل والدهم لكن الأمة الثكلة تدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها بعد فقد ابنها الوحيد كلما تذكرته شكت بثها وحزنها إلى الله ما تقول لهم يقول لهم جاهلوا واحدون ما هل الذي حاتك كيف يقول جنالهم جنالهم لن تقول لهم حرام أليهم لأن الله لا يجلس المحركة لا يجلس ندقها لا يجلس نهائي لا يجلس الحمد لله اللهم لك الحمد لله الحمد لله أن أشكر أني أمرك اللي تهم هي شكوة فلين أحد أبسها أنتها نظام ما أراجع أمها هؤلاء دون أفؤوني شكوة هلاء نقاربين شكوة هذه النماذج ليست إلا نزرا يسيرا من الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في مديرية الدوريهمي والساحل الغربي عموما التي أكملت شهرها الحادي عشر منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في السويد ترجمة نانسي قنقر